الإسرائيليين المصابين فهناك كما كان في غزة طبعا لكن هناك تكتم أيضا على أعداد الجنود الإسرائيليين المصابين اليوم الجيش الإسرائيلي لا ينشر على موقعه الإلكتروني أعداد الجنود المصابين بصورة يومية كما كان يفعل في قطاع غزة اكتفى بالنشر خلال الساعات الماضية عن إصابة 40 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في كل الجبهات يشمل ذلك الجبهة اللبنانية وجبهة قطاع غزة. كانت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث اليوم عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين شمالي قطاع غزة. وكانت مظاهر خاصة أو لقطات خاصة حصل عليها تلفزيون العربي تظهر مروحية إسرائيلية تنقل جنودا مصابين إلى مدينة القدس. تحديدا إلى مشفى شعرية سيدك. رولا. شكرا لك أحمد دروشة. مراسل عربي من حيفا.